الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقدم في هذا المقطع القصير الجزء الثالث أو الحلقة الثالثة من مقدمة إلى السلاسل الزمنية تحت عنوان محاذير حول اختبار أو استخدام اختبار الجذر الأحادي للسلاسل الزمنية أو ما يسمى unit to test هناك بعض المحاذير لابد أن ننبه الباحث حولها وعلى بركة الله نبدأ يطرح بعض المهتمين سؤالا آما ما هو سبب وجود أكثر من اختبار واحد لجذر الأحادي هناك فعلا عدم تراجع الأدبيات وتطلع على ما يكتب وما ينشر من الأحادي هناك أكثر من اختبار واحد لجذر الأحادي ما هو السبب تجيب النظرية القياسية على السؤال بشيء من التفصيل وتقول بأن ذلك يعود إلى عاملين مهمين هما حجم الاختبار size of the test وقوة الاختبار إذن هناك عاملان هما حجم الاختبار size of the test والثاني هو قوة الاختبار power of the test يقصد بحجم الاختبار ما يسمى مستوى الأهمية الإحصائية مستوى الأهمية الإحصائية أو level of significance هناك مستوى أهمية الباحث يختار على سم مثال أن تكون أو يكون مستوى الأهمية ألفة تساوي واحد بالمئة خمس بالمئة عن حم بالمئة حسب قناعته وحسب دقة وقوة الثقة بالنتيجة التي يصل عليها وهو ما يسمى هذا المستوى الأهمية الإحصائية الخطأ من النوع الأول أو type one error أي احتمالية رفض فرضية العدم وهي صحيحة وأضحها الآن formal كما يعني ألفة تساوي كده بالمئة يعني خمسة بالمئة واحد بالمئة عشر بالمئة حسب قناعة الباحث اللي هي بتقول بأن فرضية العدم الآن فرضية العدم هذه هذه فرضية العدم أنه احتمال رفضها عندما تكون صحيحة عندما تكون صحيحة أوكي مقابل خطأ من النوع الثاني type two error الآن يقول على أن له بيتا هذه طبعا الأولى ألفة وهذه بيتا تقول بأن بيتا تساوي كده بالمئة كذلك الأمر واحد بالمئة خمس بالمئة عشر بالمئة الشيء بالمئة مهما كان أنه بتكون هي طبعا احتمال قبول فرضية العدم عندما تكون خطأ إذن احتمال قبول فرضية العدم عندما تكون خطأ الآن يقصد بقوة الاختبار احتمال رفض فرضية العدم عندما تكون غير صحيحة هذه أرجو الانتباه أنه الآن في عندي حجم الاختبار الذي هو مستوى الأهمية الذي يختار الباحث وهو الخطأ من نوع الأول ألفة شو تعريفه يعني ما هو تعريفه بلغة الإحصاء ألفة تساوي كده بالمئة واحد بالمئة اثنين بالمئة وهكذا هو احتمال رفض فرضية العدم إذا كانت صحيحة عندما تكون صحيحة أما البيتا ايرور الخطأ من النوع الثاني فهو احتمال قبول فرضية العدم عندما تكون خطأ نتابع على بركة الله للتقدير هنا بأن البيتا قوة الاختبار هذه هي واحد ناقص بيتا ولحد الأقصى لها الحد الأقصى هو مئة بالمئة لا يمكن أن تكون أكثر من مئة بالمئة قوة الاختبار نتابع الآن تبنى معظم اختبارات جذر الأحادي على مبدأ أن السلسلة الزمنية تحتوي جذراً أحادياً هناك يونيت روت في دائماً اعتقار السائد للسلاسل الزمنية بأنها تحتوي جذراً أحادياً أي أن السلسلة غير مستقرة أي أن الآن هنا فرضية العدم تقول رو اللي هو معامل المتغير المتباطئ أو المتأخذ الزمنين على سم مثال يعني ي صب ت أضحها هنا على شكل هنا ي صب ت تساوي رو في ي صب ت ناقص واحد هذه الآن رو فرضية العدم بتقول إذا كان هناك جذر أحادي فهي تساوي واحد صحيح مقابل الفرضية الثانية اللي هي الفرضية البديلة النورو أقل من واحد نتابع ذكرنا في المقضع الخامس من حديثه عن مقدمة السلسلة الزمنية بأن اختبار ديكيفولر يأخذ بعين الاعتبار شكل النموذج القياسي للسلسلة الزمنية الذي يعتمده الباحث وتختلف إحصائيات الاختبار من نموذج الآخر وشرحنا بشيء من تفصيل الأشكال الثلاثة لنماذج السلسلة الزمنية أضحها الآن تاليا النموذج الأول هو دلتا أكس تي على سبيل المثال تساوي ألفة في أكس صب تي ناقص واحد زائد الإبسلون هذا النموذج يعني أذكركم أنه ليس فيه اتجاه وليس فيه انحراب سأذكرها بعد قليل لكن نموذج الثاني دلتا أكس تي الفروقات طبعا دلتا أكس تي هي الفروقات بين أكس تي في مرحلة واللاحقة أو السابقة طبعا الفرق بينها وبين ما يسبقها أو ما يلحقها الآن النموذج الثاني دلتا أكس تي تساوي بيتا زائد ألفة في أكس تي صب تي زائد الإبسلون للأرور وآخر واحد هو دلتا أكس تي تساوي بيتا زائد إبسلون هلأ كل واحد أذكركم فيها هذا الأول هو سيرورة ماشي عشوائي أو سيرورة random walk pure random walk بدون انحراف ولا اتجاه ما فيها drift ولا فيها trend الثانية اللي هي سيرورة ماشي عشوائي بين حراف لكن بدون اتجاه للتذكير أن حراف طبعا هنا هذه المسألة هنا تخالية من انحراف وتخلو من اتجاه هنا فيها انحراف وهو بيتا بالحالي هاي لكن ليس هناك اتجاه أما الثالثة معادلة الثالثة أو نموذج الثالث هو الآن يعني هنا سيرورة ماشي عشوائي بين حراف هذا هو الانحراف وطبعا trend هو بيتا 2 مضروف في عامل الزمن هنا ما يعني الآن بأن هناك اتجاه كل الآن نموذج من هذه النماذج اختبار ديكي فولر يأخذ بعين اختبار شكل نموذج وأحصائية الاختبار تختلف من نموذج إلى آخر اذكر فقط لا غير بأن الآن نفترض بأن النموذج الصحيح كان سيرورة صافية بلا انحراف ولا اتجاه لكننا اعتمد السيرورة مع اتجاه من غير مع اتجاه من غير عفوا هنا في خطأ من غير من غير انحراف قررنا بأن السيرورة مستقرة لنفترض عند مستوى من هذا خطأ هنا ارجو انتماء انه هذا المقصود فيها لانحراف وليس الاتجاه فاتجاه مع الحراف ابي بدون الحراف قررنا بأن السيرورة مستقرة عند مستوى خبسة بالمية فقد يكون استتاجنا خطأ لأن مستوى الاهمية يجب ان يكون ادق اي اكبر من خبسة بالمية هذه بهمة جدا يجب على الباحث ان يأخذها مع الاعتبار نتابع الان هناك مشكلة كاملة في اختبارات ديكي فولر وهي انها تنزع نحو قبول فرضية وجود الجذر الاحادي يعني انا من تجربة الشخصية ومن الابحاث التي طلعت عليها قل ما اجد سلسلة زمنية بطبيعتها كما هي الا يكون فيها جذر احادي وذلك هنا بيقول تنزع نحو قبول فرضية وجود جذر الحارفية معظم الثلاثة الزمنية التي نختبرها مع العلم بان بعضها تكون بالحقيقة مستقرة اي لا يوجد فيها يعود السبب في ذلك الى الاختبار بان الاختبار يعتمد اصلا على عدة عوان ما هي الان اول شيء المدة الزمنية السلسلة اي زمن تكرار كل مفردة هل الان هذا المتغير يتكرر اسبوعيا يوميا شهريا ربعيا سنويا اكثر من حجب السلسلة يعني يعتمد الان الحجب السلسلة المقصود فيها كم مفردة كم هناك اللي هو ان او ت عدل المفردات فيها فزمان التكرار مهم جدا ففي بعض الاختبارات تكون قوة اختبار اعلى عندما يكون زمان المفردة مرتفعا يعني الفترة السنوية اقوى من الربعية والربعية اقوى من الشهرية وهكذا اذا هذا العام الاول المدة الزمنية يأخذ الاختبار بعينه اوكي بعيني الاعتبار ثانيا عندما تكون قيمة رو اللي هي معامل قبل قليل ذكرته رو اللي هو يعني عندي واي تي تساوي رو في واي تي ناقص واحد هنا هذا الرو عندما يكون قريب جدا من الواحد لكنه لا يساوي حصره فان اختبار ديكفولر قد يعطي نتيجة مفادها بان السلسلة غير مستقرة في حين ربما تكون مستقرة ربما تكون مستقرة ثالثا قد يكون هناك اكثر من جذر احادي يعني ليس فقط واحد بهذه الحالة عندما تكون يعني السلسلة اللي هي بيور راندوم واك أو راندوم يعني سيرور عشوائي صافية فاذا كانت اعتمدت على في هناك اتجاه وهناك انحراف او دريفت و تريند مرات تكون في عندي اكثر من جذر احادي وبالتالي سابطر الى استخدام اختبار اخر بس للتذكير جمعان الان اربعة قد لا يأخذ الجذر الوحادي اي انكسرات في السلسلة الزمنية اي عندما تحتوي السلسلة متغيرات وهمية هذا مهم جدا عندما تحتوي السلسلة على متغيرات وهمية فان الاختبار لا يأخذ ذلك بعين الاعتبار وانا الان لهذا السبب لابد ان نأخذ هذه النقاط بعين الاعتبار عند توظيف اختبار الجذر الوحادي في رقم ثلاث هنا نلجأ إلى ما يسمى اختبار ديكي فانتولا عندما تكون السلسلة الزمنية متكاملة لدرجة أعلى من الواحصة صحية مهم جدا حبيب الباحث أخت الباحثة أن الآن تأخذ هذه النقاط من الاعتبار ولهذا السبب وهذا آخر شيء أبدأ أقوله لهذا السبب هناك بعض علماء الاقتصاد القياسي المتعمقين في مجال السلسلة الزمنية ينادون صراحة بإهمال اختبارات ديكي فولر وديكي فولر المجمع وفيرب سبيرون ويطالبون بتوظيف اختبارات أكثر تعقيدا أكو بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجعا أن يكون فيه الفائدة لكم أحبتي الباحثين والطلب حيثما كنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى